شهر تقريبا مضى وحال هذه الامرأة الخمسينية كلون ما ترتديه على فقد ابنها سفيان شاب اختطف في بغداد بطريقة غامضة الخاطفون طلبوا عبر مكالمة دولية ستين الف دولار كفدية في قبال عدم بيعه كأعضاء بشرية ثم اختفوا طلع منك من بيت عمي بالساعة بالوحدة طلع بالوحدة منك آخر شي يعني ندق عليه ماكو تليفونه مغلق فماكو بعد ما خلينا مستشفى ما خلينا مكان ما رحنا له آخر شي شفناه بساحة عدن بالكاميرات ما لدي عمليات محافظة بغداد براها يعني برا تسعة ايام اجتنا رسالة بالواتساب على اساسه مخطوف رادوا من عندنا ست دفاتر مبلغ ست دفاتر يابا وين حتشيت ويهم انطوني صورته انطوني شي بثبات ما انطوني يومين انقطع الاتصال بعد ما راسلوني ويهددون بي اعضاء بشرية سفيان غيب قصريا بعد اختطافه من قبل جهات مجهولة وهو ليس الضحية الاولى مؤخرا هكذا يتحدث وجهاء قبيلته اما عائلته فتطالب بتدخل جهات المعنية لانقاذ ابنهم قبل فوات الاوان سفيان تغيب قصرا والتغييب القصري هو بقوانين اخرى هذا التغييب هو مو الاول من نوعه في مناطق شمال بغداد فتارمية اكوا اختطاف دي يصير لكن جزء منه دي يطلعون او من شبابنا بفلوس والجزء الاخر دي يمشي يأكل عليهم الزمن ويشرب عودة جرائم الاختطاف والتغييب القصري في مناطق شمال بغداد رواية ان صحت فتمثل مؤشرا مقلق عن الوضع الامني في تلك المناطق واهاليها وفق متابعين ما يستدعي من الاجهزة الامنية تكثيف جهودها حيال هذه القضية من العاصمة بغداد بدر الركابة التغيير اشتركوا في القناة